هذا الفيديو هو امتداد وتكمنة للفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على الابينيون الساي قالب اجري ديسجري النوع الثاني من الابينيون الساي يكون بشكل ديسكشن نقاش طيب السؤال دائما يكون بالشكل هذا ناقش الرأيين واعطي رأيك او كلمة بس اكتب لك ديسكس ناقش في الحالة هذه تعتمد هذا النموذج الانتردكشن طبعا قبل الانتردكشن دائما لابد من البرينستورمين دائما عيد وكرر ناوديز اتغير كلمة ناوديز باي شي ثاني مثل in this day and age in our modern life in our society in modern society تختار انتر وبعدين تكتب الموضوع وعلى سبيل المثال ضرب الاطفال الصغار في ناس معه وناس ضد لازم يكون موضوع خلافي فانقول nowadays وتكتب الموضوع has sparked much debate sparked much debate يعني اثار نقاش كبير some people assert that بعض الناس يأكدون وتقول رأيهم اللي هو انهم معه مثلا whereas في حين many others argue that الاخرين يعتقدون انك هذا وتطرح رأي المجموعة الثانية تختم المقدمة بالجملة هذه شخصيا personally I am in favor أنا مع I am in favor of the latter view مع رأي الثاني أو تقول the former view الرأي الأول رأي المجموعة الأولى تمام نجيل body one هنا في الحالة هذه لازم يكون عندي body one وbody two لأنهم كل رأي ورح نجمع في بارغراف برح تقول there are so many convincing arguments actually convincing يعني مقنعة عندهم حجج مقنعة في الواقع there are so many convincing arguments actually to make some people believe that أن لين يوصن الناس يعتقدون أنك هذا وتقول رأي تقول مثلا اللي لازم الولد الصغير ينضرب بعدين to start with يعني firstly النقطة الأولى تكتب السبب الأول وبعدين تشرح شو تقصد أنت بسبب اللي قلته هذي تكتب in other words وتشرحها كلمتين ثلاثة جملة بعدين تقول النقطة الثانية كيف تقدمها furthermore furthermore يعني أضيفي لذلك تذكر السبب الثاني وتقول for example وتعطي مثال للسبب هذا وبعدين تسوي نفس الشيء مع السبب الثالث تقول last but not least أخيرا وليس آخر تعطي سبب الثالث تكتب عيمين شو تقصد يعني وبدل ما تقول for example تقول to illustrate يعني على سبيل المثال وتعطي المثال خلصنا من البادي وان نروح البادي تو الحين رح نذكر الرأي المخالف للمجموعة الأولى on the other hand من الجهة الأخرى those who believe أولئك الذين يعتقدون وتعطي رأيهم اللي لأ عيب ضرب الأطفال وغلطوا إلى آخرين مثلا base their opinion on many reasons رأيهم هذا مرتكز على أسباب كثيرة on top of which وعلى رأس هذه الأسباب تذكر السبب الأول ونفس الشي تقول بعدها in other words بمعنى آخر شو تقصد بالكلامك هذا السبب هذا وتعطي مثال من باب التنويع a perfect example would be مثال رائع يكون وتعطي مثال أخوي وتربيت في أولاد أو أي شيء a second strong argument used by these people ممكن تقول a second سبب ثاني قوي تعتمد المجموعة هذه وتعطي المثال تقول شو هو وتعطي المثال وبس نجي على الخاتمة in summary في الخاتمة عندما نتناول موضوع ضرب الأطفال أو تربية الأطفال فإننا الناس ينقسمون إلى قشمين people are divided into two groups those with the opinion that أولاك جماع لرأيهم وتكتب رأي الجماع وتذكر أسبابهم الثنين أو الثناثة أسباب بعدين and those who hold on to the idea والآخرين المتمسكين بالرأي وتذكر رأيهم وهي الفرقة الثانية وتعدد one two لهم الأسباب لما تختم تقول all in all overall عفوا overall بصفة عامة يعني I am convinced أنا مغتنى that وتعطي رأيك لوحدة من الفرق هي أما الأول هي أما الثانية بس هذا كل الموضوع ورب يوفقك ورب ينجحك إن شاء الله وكل عادة إذا أعجبك الفيديو like وسبسكرايب ويوصلك الجديد الجديد إن شاء الله